هل تسألت يوما عن مصير هاتفك المحمول بعد أن تستبدل به آخر أكثر حداثة؟ أو عن المقال الأخير للوحة الأم لجهاز الكمبيوتر المحمول القديم الخاص بك بعد قرارك النهائي بإلقائها في سلة المهملات؟ ربما يكون الأمر في مصر هو إعادة البيع نظر ثمان أقل إلى أن يأتي يوم يتواجب فيها التخلص من هذه الأشياء نهائيا عند انتهاء عمرها الإفتراضي ونما عرفت ذلك أرجو متابعة الفيديو للنهاية والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والتتوقع أن يلقى بالهادف أو لوحة الدوارع الإلكترونية داخل محركة للمخلفات الصلبة للتخلص منهمة إلا أن الأمر ليس بتلك البساطة لأن هناك عدد من الأنشطة الصناعية والاقتصادية التي تتجاوز عائدتها مليارات دولارات قائمة على هذه الأجهزة الخريبة منتهية الصلاحية فتسعى العديد من الشركات لاستخلاص مواد سمينة من هذه المخلفات كالذهب والفضة والنحاس فيما يعرف بعادة تدوير المخلفات الإلكترونية وتعرف المخلفات الإلكترونية على أنها إحدى أنواع المخلفات الأسرع نموا حول العالم وتشمل المعدات الكهربائية أو الإلكترونية التي يجرى التخلص منها مثل جهزة التلفزيون القديمة والهواتف المحمولة والبطريات التي تحتوي على المواد السمة مثل الرصاص والتي يمكن أن تتسبب في تلوث البيئة أو في مشكلات صحية إذا تم التخلص منها بطريقة غير سليمة مثل الحرب ولكن عزيز المشاهد الزهب يحتل الصدارة الأولى في البحث عن المعادن السمينة من المخلفات الإلكترونية إذ لا يقتصر استخدامه على صناعة الحلي فحس بل يمتد ليشم صناعة بعض الأدوات الطبية والأجهزة الإلكترونية وحتى صناعة الزجاج الملون ويستخرج الزهب عتعاديا عن طريق التعدين إلا أن التكلفة المرتفعة لتلك العمليات وندرة المعدن النسبية يتسببا في رفع سعر الزهب كما نستخدامه كملازم آمن للاستثمار يسهم في ارتفاع مبيعاته عاما بعد عام عزيز المشاهد أن التعدين ليس طريق الوحيد للحصول على المعدن الثمين فقعدت تدور الزهب من مصادر ثانوية مثل المخلفات الإلكترونية ويعد حلا أقل تكلفة وقد تزداد الآمال في تلك الطريقة بعد توصل فريق بحسي كنادي إلى وسيلة الاستخراج الزهب في ثوان معدودة وبأسلوب بسيط ورخيص في آن واحد باستخدام حمض الخليج أو الاسيتير وهي التقنية التي توصل إليها فريق علمي يقول سيفين فولين أستاذ الكيمياء بجامعة تاسكتشوان الكندية حيث يستخدم حمض الخليج بتركيز 5% لإستخلاص الزهب من الدوار الإلكترونية كلال 10 ثوان فقط فيقول فولين في مقال نشرة على موقع الجامعة إن الإسلوب الجديد أكثر بساطة واقل ضررا بل واقل تكلفة من الترك القديمة التي تعتمد على حركة المخلفات أو معالجتها بالمحليل بوهزة الثمن فيستخدم صنع الدوار الإلكترونية معدن الزهب في الأجهزة التي تحتاج إلى ذو الكهربائية منخفض إذ إن طيار الكهربائي المرفق في الموصلات المصنوعة من ذلك المعدن لا تعاني من تشوأ أو مقاومة عالية كما أن ذلك المعدن يملك صفة فريدة من نوعه فقدرته العالية على مقاومة التآكل لا يضاهيها فيها أي معدن آخر وكفاءته العالية في توصيل الطيار الكهربائي تضعه على رأس قائمة الموصلات الأمر الذي يجعل المصنعية يستعينون به كموصل في الدوائر المتكاملة رغم التكلفة الباهزة عزيز المشاهد هناك نوعين من العمليات الصناعية الحالية لاستخلاص الزهب من المخلفات الإلكترونية أولا هو حركة تلك الدوائر داخل أفران تحت درجات حرارة عالية وهي عملية كسيفة الاستهلاك لطاقة وبغزة التكلفة وتسببه في انبعاث غازات ومراكبات ضرة على الصحة والبيئة ثانيا طريقة الثانية التي يتم من خلالها استخلاص الزهب من الدوائر الإلكترونية هو المعالجة بالمحاليل التي ترشح المواد الكيميائية مثل محلول السيانيد أو الماء الملكي وهو خليط بتركيزات مختلفة من أحماض نيتري والهيدروكلوريك وهو أسلوب مكلف أيضا وقد يتسبب في إحداث سمية عالية للمتعاملين معه يتكلف استخراج الزهب من المناجب نحو 919 دولار لكل كيلو جرام في المتوسط شامل العمالة والتجهيزات فكل طن من الحجارة ينتج نحو 3 إلى 4 جرامات من الزهب أما التقنية الحديثة الجديدة يستطيع من خلالها استخراج الكيلو جرام من الزهب بتكلفة لا تزيد عن 6 و 60 دولار ويشير الفولي إلى أن مويزات تلك التقنية لا تقتصر على كونها رقيصة فحز فالطريقة التي تقرأت تحافظ على المخلفات الناتجة بعد استخلاص الزهب ليعاد العمل عليها واستخراج معادن أخرى منها فحمد الخليك يمتاز بالانتقائية لمعدن الزهب دون أن يزيب المعدن الأساسية الأخرى مثل النحاس والنيكل والحديث والكبلة وهي المعدن المصاحبة للزهب داخل الأجهزاء الصغيرة الإلكترونية ولكن عزيز المشاهد دراسة إحصائية أجرها الدكتور حساب علام في مصر المدير الإقليمي بمركز البيئة وتنمية للإقليم العربي وأوروبا يتوقع علام وزملائه أن يصل حجم إنتاج الزهب الموجود في الأجهزاء الإلكترونية خلال السنوات الخمسة القادمة إلى 9 أطنان زهبا بما يوازي 300 مليون دولار وهو رقم ليس بالقليل خاصة إذا علمنا أن حجم إنتاج من جام السكر الذي يعد أحد مصادر خامل الزهب في مصر قد بلغ 11 طن خلال عام 2014 وبهدف وضع صورة أكثر وضوحا عن الوضع الحالي للمخلفة الإلكترونية في مصر وفي مارس الماضي اتفاقية شراكة مع سويسر بقيمة 1 مليون فرنك سويسري لدعم التكامل المستدام في المشروعات الصغيرة والمتبسطة في مجال عادة تدوير المخلفات الإلكترونية وما يصاحب ذلك من إجراء دراسات دقيقة من أجل تحديد الكميات والأنواع وكذلك آلية دعم الصناعة القائمة على تدوير المخلفات الإلكترونية لذلك أصدرت السفارة السويسرية بيان عن فوائد قاعدة تدوير المخلفات الإلكترونية وهي الحد من التلوث والمحافظ عن مواردة الطبيعية الثمينة وخلق فرص عمل جديدة انتبه عزيز المشاهد يمكنك القيام بعملية تدوير الأجهزة الإلكترونية دعم أنت عزيز المشاهد البسيط يمكنك القيام بذلك واستخلاص الذهب من الأجهزة الإلكترونية كل ما عليك الاشتراك بالقناة وكذا بالتعليف سنرسل لك دراسة جدوة كاملة عن ذلك المشروع وعن المواد الخام المستخدمة في مشروع تدوير الأجهزة الإلكترونية والآلات المستخدمة لذلك اكتب تعليقا واشترك بالقناة ورسلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر